اشتركوا في القناة الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت هذا أمر بتقوى الله عز وجل وتقوى الله تعالى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين كما قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتقوى الله عز وجل هي امتثال أوامره وجشنا بنواهيه وذلك بأن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وجشنا بنواهيه وقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقيل في التقوى هي أن لا يفقدك حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هذا معنى تقوى الله عز وجل قال اتق الله حيثما كنت أي اجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره وجشنا بنواهيه حيثما كنت أي في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت وعلى أي حال كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها أي إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها أي تكون ماحية لها ومزيلة لأثرها كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبنا السيئات فالحسنات سبب لذهاب السيئات واعلم أن تكفير السيئات يكون بأسباب أولا من أسباب تكفير السيئات الحسنات الماحية فمن عمل سيئة ثم عمل حسنة فإن هذه الحسنات تمح السيئات كما في الآية الكريمة إن الحسنات يذهبنا السيئات وكما في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها ثانيا من أسباب محو السيئات وتكفير السيئات الاستغفار فإن الاستغفار سبب لتكفير السيئات ومحوها ثالثا التوبة النصوح فإن من تاب الله عليه مهما عظم الذنب فمن تاب من ذنب مهما عظم فإن الله عز وجل يتوب عليه بل إنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده إذا علم صدق التوبة إذا علم من العبد صدق توبته قبل توبته وبدل سيئاته حسنات كما قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما رابعا من أسباب محو السيئات وإزالتها المصاعب فإن المصاعب التي تصيب العبد مما يقدره الله تعالى عليه مما لا يلائمه تكون سببا لتكفير سيئاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصيب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه هذه أربعة أسباب تكون من أسباب محو السيئات قال وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن أي تعامل معهم بخلق حسن وذلك بالقول والفعل والمال والجاه فالتخلق مع الناس فيما يتعلق بالقول أن تقول لهم حسنا كما قال عز وجل وقولوا للناس حسنا فتخاطبهم بأحب العلفاظ إليهم وأحسن العلفاظ إليهم كذلك أيضا من حيث الفعل تعينهم على ما يحتاجون إليه تعينهم على ما يحتاجون إلى إعانة عليه أيضا بالمال وبالجاه وغير ذلك هذا معنى وخالق الناس بخلق حسن وحسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان لأن كل إنسان له صورتان صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها وقد قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والثاني الصورة الباطنة وهي الخلق فعندنا خلق وخلقة فالخلق هو الصورة الباطنة للإنسان والخلق والخلقة هي الصورة الظاهرة الصورة الباطنة وهي الخلق تارة تكون أمرا جبليا طبيعيا وتارة تكون أمرا مكتسبا بمعنى أن مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قد تكون طبيعة وجبلة فيكون هذا الشخص قد جبله الله على الكرم والجود والحياة وحسن الخلق والأدب وقد يكون مكتسبا بمعنى أنه يكون على خلاف ذلك وعلى ضد ذلك ولكنه يكتسب الأخلاق الفاضلة الحسنة إذن حسن الخلق قد يكون جبليا طبيعيا وقد يكون مكتسبا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشجي عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات وهذا دليل على أن هاتين الخصلتين مما جبله الله عز وجل عليهما لكن أيضا حسن الخلق يكون بالتكسب بالاكتساب والتمرن والتدرب وهذا له أسباب منها أولا من أسباب اكتساب مكالم الأخلاق ومحاسن الأداب أولا قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب من أخلاقه وقد كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بمعنى أنه يتخلق بأخلاق القرآن وعذاب القرآن فإذا قرأ الإنسان سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وتأمل سيرته وما جرى له عليه الصلاة والسلام فإنه يكتسب من أخلاقه ثانيا أيضا أن يقرأ النصوص الشرعية الواردة في فضائل حسن الخلق والأداب فإن هذا مما يحفزه على اكتساب مكالم الأخلاق ومحاسن الأداب ثالثا مصاحبة الأخيار أن يصاحب الصالحين وأهل الأخلاق والأداب لأنه يكتسب من آدابهم ومن أخلاقهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال الشاعر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فالإنسان يقتدي بقرينه ويتأثر بل إن الشخص إذا صاحب شخصا ولو لمدة يسيرة مدة أسبوع أو أربعة أيام سوف يكتسب شيئا من طبائعه ومن أخلاقه ومن كلماته وغل ذلك فعلى الإنسان يحرص على اكتساب الأخلاق الفاضلة وذلك بقراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضاً أن يقرأ سيرة الخلفاء والصحابة وسيرة التابعين والعلماء هذه الأمة فإن قراءته لسير الصالحين سبب لاكتسابه من الأخلاق الفاضلة نعم الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى نعم حديث بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أردفه على دابته يوما فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام يا غلام يا غلام وكلمة غلام تستعمل في النصوص الشرعية بل وفي اللغة العربية على معنيين المعنى الأول الغلام أي من كان دون البلوغ وتطلق غالبا على من قارب البلوغ ونهز البلوغ وثانيا تطلق كلمة غلام على العبد المملوك إذن الغلام يطلق على شيئين أولا على من دون البلوغ الصبي فيسمى غلاما ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وقول عن الجارية شاتان وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات وتطلق كلمة غلام على العبد الممنوك كما يقال غلام فلان ونحوه قال يا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات الأولى احفظ الله يحفظك احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه فحفظ الله عز وجل أن تحفظ حقوقه وحدوده وأن تراعيها ومن أعظم ما تجيب المحافظة عليه أولا أن يحافظ على الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ثانيا مما يحافظ عليه الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الصلاة عند أصحابه يوما من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف مما تجب أيضا المحافظة عليه أن يحفظ الإنسان يمينه من الحنث كما قال عز وجل واحفظوا أيمانكم وقد سبق لنا أن معنى أن قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم لها أربعة معان أولا لا تحرفوا بغير الله ثانيا لا تكثروا الحنث بالله ثالثا إذا حلفتم فلا تحنثوا رابعا إذا حنثتم فكفروا إذن احفظ الله يحفظك أي احفظ حدوده وحقوقه يحفظك وقولوا يحفظك أي يحفظك في دينك ويحفظك في دنياك فالحفظ من الله عز وجل نوعان أولا الحفظ في الدين وذلك بأن يحفظك من البدع المضلة وأن يحفظك من الشبهات وأن يحفظك من كل ما يخالف الشريعة هذا معنى الحفظ في الدين أن يحفظك في دينك فيحفظ عليك دينك فيقيك من البدع ومن الشكوك ومن الشبهات وغيرها ثانيا أيضا أن يحفظك في أمور دنياك فيحفظ عليك صحتك وعافيتك ويحفظ عليك أموالك وأولادك وأهلك إلى غير ذلك كل هذا داقل في قوله احفظ الله يحفظك ثم قال احفظ الله تجده تجاهك أي أن من حفظ حقوق الله أي أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه سبحانه وتعالى وجد الله تعالى تجاهه يعني أمامه يحفظه وينصره ويؤيده ويسدده ويوفقه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله لا تسأل سوى الله عز وجل لأن الله عز وجل أمر عباده بسؤاله ووعدهم بالإجابة فقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال عز وجل واسألوا الله من فضله فإذا سألت فلا تسأل سوى الله عز وجل لا تسأل المخلوق لأن الناس وإن أعطوك مرة سوف يمنعونك أخرى وإن أعطوك أخرى فسوف يمنون عليك ثالثة ولهذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يقول لا تسألن بني آدم حاجة لا تسأل الناس شيئا وسل الذي أبوابه لا تحجب وهو الله عز وجل الله يغضب إن تركت سؤاله لأنه أمر عباده بسؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا فكان الواحد من الصحابة يسقط صوته أو عصاه فينزل من عن دابته ولا يقول لأخيه ناو النئيا امتثالا وتحقيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وما آهد عليه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله استعنت أي طلبت المعونة وهذا من تحقيق قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فلا تستعن بغير الله فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذ له فهو المحروم المهان ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الأمة من أولها إلى آخرها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك وقدره فلو اجتمعت الأمة من أولها إلى آخرها أن يزيدوا في عمرك لحظة واحدة لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا كذلك أيضا لو اجتمعوا على أن يرفعوا عنك ضررا أصابك لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا فمن قدر الله عز وجل عليه أن يصاب بمرض وأن لا يشفى من هذا المرض وأن يموت به وأن يموت منه لو اجتمعوا طباء الدنيا من أولهم إلى آخرهم على أن يرفعوا عنه هذا المرض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وهذا يرشدنا ويدلنا على أنه ينبغي للمرض بل يجب عليه أن يعلق قلبه ورجاءه وتوكله على الله لأن الذي بيده النفع وبيده الضر هو الله عز وجل فلا أحد يملك نفعا ولا ضرا إلا الله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا ولهذا أمره الله تعالى أن يُعنِن للملأ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فالنفع والضر بيد الله عز وجل حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا ولهذا لما قال الله عز وجل لما أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي عليه الصلاة والسلام أقرباءه وقال يا فلان يا فلان يا فلان لا أملك لكم من الله شيئا فعلى المرء أن يتوكل على الله وأن يستعين بالله وأن يُعلِّق قلبه ورجاءه بالله وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا فكيف بمن دونه ممن يدعون أنهم أولياء أو يدعون أنهم من الصالحين أو أنهم من المقربين فتجدوا أن بعض الجهال والعياذ بالله يأتي إلى قبور من يسمونهم بالأولياء يدعونهم من دون الله يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويذبحون عندهم عند قبورهم وينذرونهم بل تأتي المرأة وتقول يا فلان أو يا الولي فلان أسألك أن ترزقني ولدا أو ذرية وكأن الأمر بيد هذا الولي وهم لا يعلمون أن هذا الولي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره فعلى المرء أن يتوكل على الله وأن يثق بوعد الله وأن يلجأ إلى الله عز وجل في جميع أموره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني أن ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير ولذلك لما خلق الله تعالى القلم أول ما خلق القلم قال له أكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير إطلاقا كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الذي يتبدل ويتغير هو ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة قال وفي رواية احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أخرى أقرأها وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب يقول في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء المراد بذلك المراد بالمعرفة هنا لازمها أي اعمل أعمالا صالحة في حال صحتك وفي حال رخائك تكون ذخرا لك عند الله في حال شدتك وليس المعنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي اعمل أعمالا ليعرفك الله فالله عز وجل يعرفك سواء عملت أم لم تعمل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطن أمهاتكم إذن معنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي اعمل أعمالا في حال رخائك وصحتك وساعتك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك فسوف يأتيك أيام أو يوم تكون في شدة وفي ضيق فتكون هذه الأعمال سببا لتفريج كربتك وزوال همك وغمك ولذلك في قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فلا يستطيعون الخروج فسأل كل واحد منهم سأل الله عز وجل بصالح عمله هذا سأله بصالح العمل وهذا سأله بصالح العمل وهذا سأله بصالح العمل حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون وهذا دليل على أن الأعمال الصالحة سبب لتفريج الكربات وزوال الهموم والغموم ثم قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرقا يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ما أصابك أي ما قدر الله تعالى أن يصيبك أو ما أصابك فعلا فالحديد الجملة لها معنيان اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك المعنى الأول أن ما أصابك فعلا لم يكن ليخطئك والمعنى الثاني ما قدر الله أن يصيبك فلن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أي ما لم يقدره الله عليك لا يمكن أن يصيبك أو ما لم يقدره الله تعالى عليك أيضا لا يصيبك فمعنى هذه الجملة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يعني أن ما قدر الله عز وجل أن يصيبك فهو كائن لا محالة فإذا قدر أن الله عز وجل قدر عليك أن تصاب بحادث وذهبت مع طريق لا تقل لو أني لم أذهب مع هذا الطريق لم يصيبني الحادث لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لو أن شخصا أصابه أكل طعاما وأصابه مرض لا يقول لو أني لم آكل هذا الطعام لم يصيبني المرض لأن هذا الأمر قد قدره الله عز وجل ولو تفتح عمل الشيطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فما قدره الله عز وجل أن يكون يقول ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا اعلم أن النصر مع الصبر يعني أن من صبر ظفر فالإنسان إذا صبر وتحمل فإنه يفوز ويظفر فالصبر يحتاج إلى مجاهدة سواء كان صبرا على طاعة الله أم صبرا عن معصية الله أم صبرا على أقدار الله المؤلمة متى لزم الإنسان الشيء؟ طاعة الله عز وجل وصبر وصابر يقول له النصر والصبر يحتاج إلى مجاهدة ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا فهناك صبر ومصابرة ولكن العاقبة لكن عاقبة الصبر حميدة صحيح أن الصبر فيه ألم وفيه مرارة وفيه حرارة لكن عواقبه حميدة قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الصبر مثل اسمه مر مذاقته تعرفون الصبر الذي الدواء المر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب بمعنى أنه كلما ازداد الكرب جاء الفرج من الله عز وجل فاللسان قد يصاب بهم وغم ولكن إذا اشتد الكرب واشتد الهم والغم جاء الفرج من الله عز وجل ولهذا قيل اشتدي عزمة تنفرجي فكلما اشتد الأمر وطال أمده ما أسرع ما يأتي الفرج من الله تعالى وأن مع العسل يسرا وأن مع العسل يسرا فكل عسر فكل عسر فإنه محفوف باليسر قبله وبعده ولهذا قال الله عز وجل فإن مع العسل يسرا إن مع العسل يسرا قال ابن عباس لن يغرب عسر يسرين فالعسر محفوف بيسر قبله ويسر بعده فهذا الحديث وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وعلى ما اجتمل عليه من المعاني ومن أعظمها أن يحفظ حدود الله تعالى وحقوقه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجهت تجاهك نعم قال رحم الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري طيب هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني أن هذه العبارة التي ستذكر مما كان من كلام الأنبياء السابقين يعني مما أدركه كل نبي عن من سبقه ومن كان قبله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذه الجملة لها معنيان المعنى الأول إذا كان الشيء مما لا حياء فيه فاصنعه ولا تستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإذا كان الشيء مما لا حياء فيه شرعا فافعله ولا تبالي والمعنى الثاني أن الذي لا يستحي يفعل ما يستحي منه إذن هذان معنيان لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت المعنى الأول إذا كان الشيء مما لا حياء فيه شرعا ولا يلام عليه الإنسان شرعا فإنه يفعله ولا يبالي حتى لو قال الناس كيف يفعل هذا فإن هذا جائز شرعا ولا حياء فيه شرعا مثل سؤال الإنسان العالم مثلا عن أمور تتعلق بالغسل والجنابة ونحو ذلك ولهذا أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ثم قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت لم تقول هذا من الحياء بل قدمت مقدمة تقول إن الله لا يستحي من الحق فمثل هذا السؤال يعني لو أن شخصا سأل وقال إني قد أصابتني جنابة حصل لي أن جامعت زوجه وحصل كذا وكذا مثل هذا إذا سأل لي يعرف الحكم الشرعي هذا جائز بل واجب وترك السؤال لأجل الحياة هذا من الحياة المذموم إذن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت المعنى الأول إذا كان الأمر الذي تريد أن تفعله مما لا حياء فيه شرعا ففعله ولا تبالي المعنى الثاني أن الذي ليس عنده حياة يفعل ما شاء ولا يبالي فالإنسان الذي ليس عنده حياة أو خلق الحياة تجد أنه لا يبالي بمخالفة العرف وما تعرف الناس عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب والحياء نوعان حياء محمود وحياء مذموم فالحياء المذموم هو الذي يمنع الإنسان من فعل الواجب أو الإتيام بالواجب كما لو مثلا أراد أن يصلي قيام الليل فقال أستحي أن يصلي قيام الليل يقول الناس أنه يقوم الليل أو أستحي أن أصوم أو أستحي أن أفعل كذا وكذا يقول هذا حياء مذموم فالحياء الذي يجعلك ترتكب محرما أو تترك واجبا أو مشروعا هذا حياء مذموم والحياء المحمود هو ما منع الإنسان مما لا ينبغي من الأشياء التي تنافي مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم وصلى الله عنه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر